اشتركوا في القناة الادلة الجنائية وكافة الفرق الامنية المعنية قد انتقلت للموقع فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغا بالعملية الارهابية حيث بدأت بتحديد مسرح الجريمة ومعاينته ورفع الادلة ومباشرة اعمال البحث والتحري والتي اسفرت عن تحديد هوية الجنات جميعا والقبض على عدد منهم فيما تتواصل التحريات للكشف عن ملابسات هذه الجريمة الارهابية والتي توافرت فيها صفة سبق الاصرار والترصد والقبض على بقية العناصر المتورطة بارتكابها وتقديمهم للعدالة اولا المتهمون الرئيسيون الذين قاموا بالتخطيط والتجهيز والمشاركة في تنفيذ العملية الارهابية حسين علي مهدي جاسم طالب جامعي مقبوض عليه احمد فؤاد عباس العبار عاطل وحاصل على الثانوية العامة مقبوض عليه عبدالله سعيد جاسم علي موظف بشركة قطاع خاص هارب ومحكوم في قضايا شغب وتخريب ميثم علي ابراهيم يوسف حارس امن بمؤسسة خاصة هارب ومطلوب ثانيا المتهمون الذين شاركوا في اعمال المراقبة ورصد تحركات الدوريات الامنية حسن علي حسن علي طالب ثانوي مقبوض عليه يونس محمد ابراهيم سلمان سائق بشركة قطاع خاص مقبوض عليه فاضل عباس علي موسى طالب ثانوي مقبوض عليه حسن عبد المجيد ابراهيم احمد طالب ثانوي مقبوض عليه ثالثا المتهمون الذين قاموا بتصوير العملية الارهابية غريب هلال ابراهيم هلال علي عامل فني بشركة خاصة مقبوض عليه رابعا المتهمون الذين قاموا بتهريب العناصر الارهابية واخفاء الادلة المادية للجريمة سيد ايمن محسن امين طالب ثانوي مقبوض عليه السيد علي محسن امين طالب جامعي مقبوض عليه السيد امين حسن محمد طالب جامعي مقبوض عليه مرتضى خليل ابراهيم خليل سائق في شركة خاصة مقبوض عليه وقد اقر المقبوض عليهم بارتكابهم الجرم المشهود من خلال توزيع الادوار فيما بينهم وقيام البعض منهم بمراقبة تحركات الدوريات الامنية واخرين بالاعداد والتجهيز واستهداف الدورية بالقنابل الحارقة بينما قام احد عناصر المجموعة الارهابية بتصوير العملية هذا وقد باشرت الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة وحالت القضية الى النيابة العامة لينال مرتكبو هذا العمل الارهابي القصاص العادل وليكون ذلك ردعا للاخرين مؤكدين في الوقت ذاته على مواصلة الجهود لتعزيز الامن في كافة انحاء البلاد والتصدي لكل ما من شأنه تهديد امن وسلامة المواطنين والمقيمين